سأل فل عليك وانترو تاريخي ايه اللي عنابك في الانترو طيب يقول لي يعني احسن حاجة ايه فكرة ان لازم يبقى فيه عدل ولازم يبقى فيه مساواة ولازم يبقى فيه منافسة حقيقية ولازم الجامد يبقى حوالي جامدين ايه اللي عجبك كل اللي انت قلته وبتلف في الايام وبتثبت عشان انت راجل مصقف ومطلع ودايما بتقول الحق لما جيت اتكلمت على نظام المسابقة من زمان طلع قالك ميدو عايز يجيب لجنة اجنبية عشان انا ماشي ماشي لما جيت اتكلمت على تشفير الدوري برقم رمزي بتتعرض لهجوم كبير جدا وهتلف اللي ايام الفكرة كلها هنا ان الناس مش عارفة تفرق ما بين النضيف والمتلو الواضح والملتوي اللي بيحب الطابلة واللي هو في بيته تولد على ان انا اقول الحق عشان مصلحه انت راجل اسمك بنيته برا فانت مش محتاج حاجة غير احترام الناس ومصر فلوسك نضيفة فبتتكلم جيبك نضيفة فاللي عايز يهاجمك مش عارف يخشي لك منين انا ما بكلمش ولا بدافع عنك لان انت المشاء الله لسانك هتعرف تدافع عن نفسك الكلام ده والله عشان بقالنا سلتين فعلا لان احنا شايفين الموضوع مش محتاج ان انت بعبقر يعني انت شايف الدنيا راحة فيه لكن انا سعيد ان البلونة فارقعت الحمد لله كفاية كفاية واحد تعيب يعني انت عنك نفس الاحساس بتاعي انا واحد من الناس بق اسمي بالقلم الرصاص محبش اقول كلمة انا عوزه بالله انا راجل بحاول ابتدي كرير لكن اقسم بالله العظيم انا فكرت اعتز له قبل ما ابتدي مش عارف عيش مش عارف ععد في الاجواع يعني محطوط في الغوط يعني مش عارف اقول انا بقول مثلا الزمالك وحش انت بتقول كده عشان الاهل بيأكلك عيش في الاعلام اجي اقول للاهل كويس الزمالك ويجي يقولك ايه انت بتقول كده عشان تعمر في الاعلام انت الكلمة مش عايف تقولها الكلمة الحرية مش عايف تقولها بس انت سعيد ان البلونة فرقعة بلونة لازم تفرقعة لازم هيبقى فيها حالة انا مسخة احنا بقنا مسخة انت النهاردة ده ودار قاعد قاعد بشوف محمد صلاح بيصيف لعيبة الدور المغربي بتصيف لعيبة الدور التونسي بتصيف الجنوب افريقي بتصيفه واحنا لسه مش فاضل الاسبوع ولا اتنين ولا تاتا لا احنا قدامنا دوري غير الدوري وانا بقولها لك اقسم بلاه العظيم اصدقاء ليه لعيبة كورة السنة اللي فاتت خده اجازة مفروض يأجزه بفترة اعداد بمطشاطها اللعبوها في 3 اسمية فانت بتتكلم انت كلعيب كورة سبب من اصابات اعتزال لعيبة اكبر شوية في السن تلاحهم الثلاث مواسم او عظم تطور لعيبة تمام وحالة اللام ولا وحالة ان اللعيب دلوقتي ده ودار عارف في الدوري بعمل اللي احنا عمليين نقول للمستوى الفني بتاع الدوري نزل اللعيبة رايحة كموظف عايز يقبط لكن شغف الكورة مفيش اللعيبة بقت بيجي لمنتخب مصر مش عايزة تروح منتخب مصر مش كرهن في منتخب مصر ولا هروبا عايزة تاخد نفس مش عايزة تخشه مع اسكرات تاني ففي النهاية ما ينفعش يبقى ناس قعدة في تكيف بتخطط ومش ما عنداش احساس باللعيبة ده ميدو لعيبة كوره ده محتاج ياخد له اجازة محتاج يعمل فاطة اعادت اتضرب مدربين ومدربين بقل له سنين بقل له سنين بس انت كن لازم صلاح الدين الايوبي هو نادي الزمالك انا بالنسبة لي وهو صلاح الدين الايوبي هو بالنسبة لي وما هذي قالك هو اجبر على الخنادي وهو بالنسبة له هىقول لك هرب اللي عايز يقول يقول لكن انا بقوله لك فيه تغيير فيه تغيير في الكورة المصرية rias بالاحسان اذا كانش عايز يغير بقى هو اول واحدة يغير عشان يقعد على كرسيه دلوقتي خلاص مفيش مجاملة مفيش حاجة اسمها مع احترام الكامل هاجم نجم هادو دار هاجم نجم عشان بيشتغل في القناة وماسك منصب بيفرموه طب اللي ماسك خمسة انا كنت فاكر ان احمد فتحي هو جوكر الكرة المصرية لا ده طلع فيه جوكر ماسك خمس مناصب احمد فتح الاقل كان بيلعب في ثلاث مراكز بس مش في خمسة